تسأل تقول ما هي الصلوات التي يجوز الإطالة فيها و الصلوات التي لا يجوز الإطالة فيها أم إبراهيم بارك الله فيك أولا بالنسبة للإمام الواجب عليه أن يراعي من خلفه من المأمومين و أن يصلي الصلاة اقتداءا بأضعفهم و أضعفهم الذي يستطيع أن يتحمل هذه الصلاة و ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص قال و اقتد بأضعفهم و اقتد بأضعفهم و لقوله عليه الصلاة و السلام إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف و المريض و ذا الحاجة هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا صلى الإنسان لوحده فإن السن أن يطول ما شاء و ذلك لقول النبي عليه الصلاة و السلام و إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فالإنسان الذي يصلي لوحده سواء صلاة الفرض أو النافلة يصلي و يطول ما شاء على القدر الذي يستطيع على القدر الذي يستطيع الأمر الآخر ما عندنا شيء اسم صلاة يجوز الإطالة فيها و الصلاة لا يجوز الإطالة فيها لكن ممكن أن نقول هذا إذا الإمام شق على المؤمومين بحيث أنه صلى صلاة طويلة جدا فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة و السلام كما في حديث معاد لما قال أفتان أنت يا معاد يكررها ثلاثا حتى قال الراوي ما رأيت النبي عليه الصلاة و السلام غضب في موعظة في موعظة مثل غضبه على معاد ما غضب في موعظة مثل غضبه على معاد لما قال أفتان أنت لأنه أطال الصلاة بجماعة مسجده فممكن في هذه الحالة لكن هناك صلوات من السنة التخفيف يعني مثلا سنة الفجر القبلية من السنة التخفيف كما قالت عائشة ما أدري أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا من شدة تخفيف النبي عليه الصلاة و السلام عندك مثلا افتتاح قيام الليل يفتتح الإنسان قيام الليل بركعتين خفيفتين عندك اللي يدخل يوم الجمعة والإمام على المنبر يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يطيل هذه سنة النبي عليه الصلاة و السلام عندكم ركعتين طواف تشوف الآن بعض الناس حول الكعبة يطيل و غلط هذا هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة و السلام و إنما يصلي صلاة خفيفة حتى يترك المجال للناس إنهم يطوفون حول الكعبة بارك الله فيك